العد التنازلي لانتهاء المنديال بدأ والكل بدأ يحبس أنفاسه في انتظار المفاجآت القادمة في مونديال يعد من أهم بطولات كاس العالم اللي فيها بالفعل مفاجآت حقيقية على أرض الواقع هولندا والأرجنتين بيحجزوا أول تذكرتين في دور ربع النهائي لكاس العالم بعد الفوز على المنتخب الأمريكي والمنتخب الأسترالي النهاردة عندنا ربما أربع فرق بيتنفسوا أيضا على مقعدين كمان سنغال بيحمل الطموح الأفريقي أمام منتخب إنجلترا والمنتخب الفرنسي ربما عنده أيضا مواجهة مع هولندا بحثا عن تذكرة ضمن التمانية الكبار خلينا نتكلم تفاصيل أكتر عن المنديال رايح فيه مين اللي حيتآهل دونيا عاملة إزاي بصحبتنا النهاردة ننقد الرياضي لأستاذ محمد عباس من غوارنا في استوديو سواحل خير مصر أهلا مع حركة فرندا نهارين وسبع الفل سواحل فل على ناس كله قل لي في البداية شفت إزاي ماتش هولندا إزاي قدرت إنها تفوز على أمريكا وتتأهل دول 16 هل فرص هذا المنتخب قوية في الوصول النهائي؟ هولندا تقدر لندن بارح بيينت إنها تقدر جدا منتخب منظم جدا وبالذات لما يكون عندك كوتش جامد يعني سواك من الكواليتي بيين قوي إن ما فيش فرق قوي في المنتخبات البطوة دي بزات عشان كده فيه مفاجئات كتير لكن الكوتش يدوديك بعيد والكوتش مبارح بان قوي لويس هنخال مدير فن كبير فريعا في استخدم أسلحته ويستخدم وراءه هولندا عندها كتير قوي بالذات لو صدقوا إنهم يعدوا الأوجنطين يعني بعد ماتش الأوجنطين هولندا ممكن تبوح بعيدا إنها مبارح يمكن شفنا ماتش طبيعي شوية من أول المونديال وحنا عادينا منشوف فرق صغيرة أو فرق يعني مش بفووم إزاي بتغلب الفرق الكبيرة دي منتخبات كبيرة فعلا ترع ماتشات كويسة جدا مبارح كان ماتش طبيعي يعني فرق قوية زي منتخب هولندا كسب منتخب أمريكي اللي كان في الحقيقة برضو كان يعني يمكن مفاجئة شوية في المونديال تفسيرك إيه للي كان بيحصل ده؟ سبحان الله مبارح إذا فريق كبير بيكسر فريق عادي يعني دي حاجة عيبة جبت ماتشين أو البعض لأ مبارح أمريكا وإستراليا الماتشين كان باين قوين اللي اتنين دول معندهمش أسلحة إنهم يجيبوا جوان فريق ممكن يديقك شوية أمريكا ممكن تديق أولندا عشان عندها سرعات على التنفين أو إستراليا عندها تنظيم دفاعي بس مفيش حد يجيب جوان ده باين قوين إن منتخل الأمريكي الشهور الثاني تقريبا هو مسيك هولندا في منطق الجزائق يعني هو الضغطين جدا فرص كتير بضيعة ما فيش مهاجم يجيب جوان عشان نخلص وبالذات في كاس العالم ده باين قوي إن باس الحرب هو اللي بيخلص اللي جوان لازم يكون عندك مهاجم كبير يعني فأمريكا وإستراليا ده أخير من كان دور الستاشر هو أقصى تموحه فده ده باين مبارح أمريكا خلاص ده عملنا اللي علينا هنضيع وناندا هتكسب بخلاص يعني أنت شايف إنه هو فعلا منديال المفاجآت فيه مفاجآت بالجملة يعني هو إيه اللي حاصل في الكرة العالمية نعرف أن الكرة منظومة وفيه مدرب وفيه بتاع طول عمر المنتخبات القوية قوية إيه اللي بيحصل لا المنديال ده غير بقى الخطة دي خالص نسينا بقى كل العملنا ده لا هي بقيت منظومة مدير فني بيشتغل كويس بينقل لعبة كويسين فيه احتراف حط نظام للفرقة وقافل قط اللبس لأن دي حاجة بده بتميز لويس فن خالفة هولندا قافل قط اللبس المنتخبات الصغيرة صدقت البطولة دي وكمان الجو مساعد أوي التشجيع المنتخبات العربية والأفريقية أقوى شوية المنديال كمان ده ميزة الأساسية فيه نهوة جاي في وسط موسم فلا يبقى كلها في البيك بتاعها لا يبقى كلها في أعلى مستوياتها فكله بيدي اللي عنده المنتخبات كفية عشان كده مش بانينها أوي دلوقتي لسه بس هاتبان واللي حاصل مبارح ما ينهيش أن المفاجآت خلصت لسه يعني دول 16 لسه لا لسه في كلام هما أمريكا وأستراليا ما عندهمش مهاجمين كبار يحولوا الفلس لجوان إنما بعد كده لا لسه فيه مفاجآت يعني متهالي لسه المنشاط اللي جاي في دول 16 وبداياتها ممكن تكون النهارده يعني يمكن في الدور اللي فات الناس كانت متوقعا يعني النهائي هتتصدروا فرنسا أو أسبانيا هل النهارده بعد مطش مبارح هولامدا قدرت أنها تكسب مقعد ضمن المنتخبات الكبيرة في الآخر في التصفيات هولندا مرح أثبتت أنها تقدر خلاص منتخب باين قوي أنه منتخب بلغة الكرة منتخب ريخن يعني هو عارف هو عايز إيه هو سيب الكرة الأمريكية مثلا بس إحنا هنجيب جون دلوقتي فتماما هنسيب الكرة شوية كمان و هنجيب جون دلوقتي هولندا مرح تتصدق والأرجنتين مرح تتصدق فلا هيكسب منه ما هيكون منافس لأقوي قوي قوي بقاش الموضوع فرنسا وأسبانيا بس يعني فيه دائما منتخبات بيطولت من رحم البطولة زي منتخب الأرجنتين كده اللي هو عمال لي يكسب بيعدي ماتش 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 بتلايه في الآخر وصل زي دائما اللي عودنا عليه منتخب إيطاليا في البطولات الكبيرة دائما منتخب إيطاليا كان بيعمل الدور ده تقولت المفاجآت لسه متوقعة يعني أصدق مين اللي ممكن فعلا يتقاهل أفريقيا عربيا عندنا فرص أوروبيا هل فيه حد بترهن عليه يديني توقعاتك كده يعني أكيد بيين قوي إنه نقدر السنغال تقدر والأكتر كمان بقى المغرب تقدر المغرب تقدر قوي أفريقيا وعربيا لتنين في واحد المغرب تقدر جدا السكواد متكامل وعندهم عمق في التشكيلة فيه الدكة فيها ناس قوية جدا اللعيب عنده خبار كفاية قوي راحوا عنده أوروبية كبيرة قوي فانا أقولك إن بيلعب معهم وهاجم أشبليا الأسباني وحرس مهم أشبليا الأسباني وأحسن حرس أفريقيا دلوقتي ياسين بونو بك رايت بيلعب باير مينشن البك رايت التاني بريستان جميع فيه أسامي كبيرة يعني فالمغرب تصدق جدا والسنغال من عرضه تقدر بتعملها قدام إنجلترا أكيد ومنتخب التالي كممكن يعمل فاجأ اليابان لأن فوزها على كربلاتيا اللي هي وصيف كاس العالم اللي فاجأت منفجأة يعني لا الأرجنتين بقى ميسي مش هيسيب الموضوع كده يعني انبارح كان أي حد بيسألني عن ماتش الارجنتين وستروليا ميسي هيكسر مش في الارجنتين يا تكري ميسي مش يعني يترقى أفلها وحشة لكن ماتش الارجنتين وولندا ماتش صعب قوي على الارجنتين يعني نتكلم كورة منتخب ولندا هو قوي لا مش عنده كوتش هيل اسكلوني مش قدر ويسفنخال إنما لو هنتكلم على ميسي فميسي يعني ميسي بيديك دايما أفضلية بغا كورة بقى يعني استروليا براحب تلعب كتيم أحسن من الارجنتين بس ميسي موجود ميسي خلاص حيث طيب إحنا متعودين على كاس العالم إنه دايما بيبقى في شهر ستة بعد انتهاء كل يعني أي موسم لكن النهاردة في قطر الجو كويس الجو حار شوية فالناس قدرت تلعب في آخر نوفمبر وشهر دسمبر في نص الموسم فعايز ما في مباريات دلوقتي هل ده سبب إن إحنا قدرنا نشوف منتخبات صغيرة قادرة إن هي تقدي بشكل يمكن بالنسبة لنا كلنا كان مفاجأة ده سبب إن إحنا نشوف واحد من أقوى نسخ كاس العالم في التاريخ نحن النسخ الليها بتقول كده فعلا عظيمة نسخة عظيمة دول أول هو الأقوى في التاريخ فعلا يعني كل بطوات اللي فاتت لو عادنا نتفرج عليها مفيش دول أول كده يعني كل مرش يعني لست في اليقاطة الزهنية والفنية إنتي تبدأ الموسم في شهر 8-9 بلواحد بيارة شهر مثلا عشان يوصل ليجيب مستويه فإحنا عملنا كاس العالم في شهر 11 في روستن موسم اللي يبقى كلها في أحسن مستوياته هل ممكن يبقى التفكير بعد كده إنه يبقى معاد كاس العالم؟ هيحاوله بس الموضوع سيكون صعب جدا طبعا لو في حالة تنظيم البطولة في دولة الأوروبية مثلا اللي أجواء تبقى صعبة جدا ومش هيقدي أننا نلعب كل حلوه برضو حتى لو تلعب هم هيلعبوا حلوه بس مثلا منتخبات الأفريقية والعربية هتتأثر جدا عكس اللي حصل في البطولة دي ثلاث منتخبات من أسيا دول 16 ومنتخبين أفارقة فمش هتشوفي الخمسة دول موجودين في البطولة دنيا طب لو رجعنا لقصة الأرجنتين لو شلت ليونيل ميسي من المعادلة؟ ما يتأهلوش منذ الأول فعلا؟ ما يشوفوش فعلا؟ يعني بيقفل المساحات التمييج جدا على المنافسين بيعمل ضغط في الحداشر على الحداشر بس عنده مشكلة جدا في الإبداع الهجومي مافيش جملة يعني عادت فرق عماتش الأرجنتين بس في واحد سحر كده اسمه بس بس في حد بيطلع به أمبالح هو اللي بيغرر موازين 5 أو 40 دقيقة أرجنتين ما فيش على أستراليا وفجأة لين المسي احنا شفنا بيجيب الجن ويحتفل ويحتفل وغاو ماتش خدس مسي حلو ان انت بتقول كده هل طموح بقى مستين هو ما خدش كاس العالم قبل كده ودي ممكن آخر نسخة لي طموحه ممكن يوصله انه يعني يفوز بكاس العالم ولا صعب المنتخبات كلها بتلعب منتخب فيه خطة الارجنتين وبرتغال ميسي ورونالدو عايزين هم اللي عايزين رونالدو خد أسوأ من أسوأ اللعيبة يمكن دي حاجة لستقرية لغاية دلوقتي مش بالسوق اللي الناس بتحاول تصدره وبعده مش بالعظم اللي جمهور بيرتغال بيحاول يعني صدره بس برونالدو عام بطولة مقبولة بغاية دلوقتي هي ما بظاهروش هم بشكل مناسب أصلا زي الارجنتين في الدول الأول ببقى بس الاتنين دول عايزين يعني خلاص هي دي اللي فضله اللقم كاس العانا فالمنتخبات بتلعب منتخبات والارجنتين وبرتغال بيلعبوا خناقة ميسي ورونالدو السنغال اتكلمت عليها شوية ولكن عايزين يعني تقدر جدا تقدر فعلا فريق بيلعب مستقبلة نهائي الحداشر اللعيب بدنيا علين جدا وبعدين هو بيلعبوا مين كمان بيلعبوا انجلترا المدير الفني بتاعها بيحاول يغلبها في كل ماتش يعني بقى لعب على خمس سنين بس بحاول يغلبها كل ماتش ساوس جدا أقوى قايمة في البطولة عنده تنوع في اللعيبها رهيب لما نشوف التغييرات بتاعته الخمسة اللي بينزلوا هم الخمسة اللي جوا عادي بس راجل نفسه جبان جدا متحفز جدا ما عندوش حلول المنتخب الإنجليزي المنتخب الإنجليزي فلما السنغال تيجي تلعب قدام المنتخب الإنجليزي المنتخب السنغالي بقى أقدر بعمل عليه في مفاجآت يقدر يعمل تكتيكات طبعا طوة بدنية هيلة والهيلة كلها عندها خبط قوي جدا بالزبط وبتدروا يصدقوه في آخر مواتش في الدول الأول ابتدروا يصدقوه نقلق نقدر من غير ساد يوماني دي كانت مشكلة في أول البطولة ابتدروا يصدقوه مع الوقت وبتدروا ينسيبوه الموضوع ان احنا عايزين نعوّد ساد يوماني انهما جاش مبارح عليشتسي كان بيتكلم احنا عايزين نكسب علشان العاجل اللي ضحى علشان كتير عليشتسي نفسه ابتدرين لهم التجربة وبان قوي الفرق ده لما قلهم انا اتأهلت قبل كده لدول الستاشر عليشتسي مودي الفني للسنغال كانت اهل في 2002 لدول الستاشر برضو فكان لا هو قلوم نقدر يعني انا طلعت الدول قبل كده وعملت ده قبل كده اللي هيبتد تصدق مع الوقت بالذات في آخر شرط في الدول الأول بين منتخب السنغال بتده يتعامل كأنه منتخب كبير وهيلاع منتخب يقضى بيقزين يعني عنده عنده مشاكل الموديل الفني لانجلترا اتكلم عن السنغال بشكل كويس جدا جدا هل هو كده خايف يعني احنا مش قادرين نفهم برضو هل هو دلوقتي خايف من السنغال ولا ده يعني اين مفاتيح بتتخذ حاجتين في كوريا ممكن اتكلم كده يكون خايف وممكن اكون عايز صحي لعيبتي لان اصلا لعيب الإنجليزي نفسه شايف قوي نفسه فلو سبتوا لخياله انه هو منتخب انجلترا وحنا مرحيم ورشحين هيصحى منهم الشرط الأول سنغال والسنغال منتخب سخيف انك تجيبه فيه كزاجون يعني ما مش هينفع تفجعي في النتيجة فلا هو كان تصريح موفق جدا فانشوفت المؤتمر هو وهاريكين اتكلموا السنغال منتخب كبير اللي هو عملي اكدوها والله السنغال منتخب كبير عشان زي مايلهم يفهموا انه ماتش ده ماتش صعب عشان انت لو تأخرت في النتيجة ودام السنغال والشوت خلص الشوت الثاني عودتك صعبة جدا جدا قوة بدنية مرعبة بصور ما يضع ممكن توصل لحد فيد توصل لورة التمانية وتوصل لارباء ممكن توصل انت شايف منتخباط لأفريقية عندها مشكلة في دورة التمانية عندنا يعني فيه في مشكلة كده نعم هذا المنديال ده من ديال كسسناءات وقتها بقى ده من ديال مافيش غواعد يعني سبتا منتخبط الأفريقية عمم رحت قبل النهاية قبل كده يمكان أسيا تمثرت قبل النهاية قبل كده تمثرت وامريكا الشماليات مصرية، امريكا واحد مرة وكوريا واحد مرة ومتخبط الأفريقية تقف في فضل التمانية هذه البطولة هي الفرصة الرحيدة يمكن أن نحظنا وحش جداً أن المغرب في السكة الأصعب في البطولة أي؟ يعني أن تلاعب أسبانيا تكسب لعب برطغالي يعني موضوع صعب لو مغرب ناحية السنغال كنت أقول لك لأ إحنا دي فرصتنا أنه سنوصل سمي فعلا يعني نقدر تروح المغرب بعيد بس هتبع مشكلة في البدني إن أنا هلعب مع أسبانيا لو كسبت هلعب مع برطغالي فلو كسبت أخذ إنجلترا أو فرنسا أبريد أنه موضوع مش صعب بدني زي نفس الموضوع اللي هيأثر كنت أعايز أقول إن هو هيأثر جداً على ميسي في ماتش هولندا من برحفاجل عمل اختيار خاطئ جداً سكروني ميسي بلعب تسانين دي أربع ماتشاط في السن ده تسانين دي أربع ماتشاط لا هيوع منك وهولندا أقوية جداً هيوع يعني تكتيك ولا بدني الموضوع بغشي تكتيك وبدني معظم الوقت لإن هي اللي بيعمل لك الفرق العيب أو اتنين التمانية التانين دول شغلين تكتيك وبدني يعني إن برحفاجل بلند في مدفع منتاحة بولندا بيتواجد في منتات الجزاء وبيكمل في كرة عرضية جيب الجون التاني دي مش صدفة وده لا مش لعيب موهوب مثلاً لا هذا علم لويس فانخال عامل عامل شوكل والطرفين بيكمله في منتات الجزاء وفاجل اللي معندوش موهوب ده عندو شخصية وحافظ كويس موجود هنا عشان ياخد كرة العبدية من الباكي مين التاني يعني هو الباكي العكس وجون وكسب خلاص لتقدم وتنصف نحن نتحدث عن البدني خليني أرجع معيك للعب الأفريقي يعني المنتخبات الأفريقية في الحقيقة يمكن فجأتنا في النسخة دي فهل النهاردة اللعب الأفريقي عقليته بما أنه أثبت قوة بدنية جامدة في الملعب هل عقليته تتغير أنه يقدر يوصل للدور الثمانية والأربعة بعد كده هنشوف إزاي اللعب الأفريقي في المستقبل في النسخة الجاية ابتدت تتغير بينا قوي من كتب حتككنا بالأوروبيين اللعب الأفريقية بالذاتية كلهم محترفين تعريبة معظمهم لا يوجد منتخب يجب العب من داخل هذه اللعب الأفريقي تتغير تتغير العقليات تتغير يصدقون أنهم مثلهم ساد يوماني عندما جاء العبدان ميسي أنا ساد يوماني أنا كبير يعني العب الكبير فهم تتغيروا مع الوقت بينات البطولة دي حتى أن كاميرون اللي هي المفروض خارجة خلاص بتكسر برازيل بتعمل موتش تونس نحن خارجين خلاص لا نحاول أن نتأخر لحظة باينة قوي في النتائج بتاعتنا لا نقدر المغرب لأنها تكسر بالجيكا دي أفريقية كبيرة فالبلايب الأفريقي تدعم من كتر احتكاكه مع المنتخبات الأوروبية شوية تنظيم بس في الاتحادات الأفريقية والمنتخبات لا نروح بعيد يعني فطولات جاي نكون بالنفس عليها إيه اللي ناقص الجلترة عشان تاخد كسر العالم ساوث جدا يعني يسيبه منتخب يكسب مدير الفاني يسيبه منتخب يكسب رجل متحفز جدا ومش بشوفه دايما مش قد ان هو يلعب باسمه منتخب انجلترا القايمة دي قوي قوي يعني نهائي اليورو اللي فات هو بيقارن ان هو ما يهاجمش إيطاليا في حين إيطاليا مستنية يهاجمها خلاص إيطاليا تعبت بداني مش قادرة والوقت الإضافي بيبدأ العالم كله مستني انجلترا تهاجم بقى هو ما بعملش تغيرات ومش هيهاجم كلاسيكي جدا حتى الجملة الوحيدة اللي بيعملها في الملعب هي جملة كلاسيكية جدا يعني بيسقط وسط ملعب مدافعة بين المدافعين عشان يعمل كرة طويلة في التجاه هاريكين المواجد يعني الحل يعني أفكار برا الصندوق يشتغل على يسدى شباب شوية يتجرى شوية لو جاري ساوس جات تجرى انجلترا تروح بايداوي لان كواليتي اللايبة بتاعت منتخب انجلترا وعمق التشكيلة لان كمان فيه اصابات ضربة برازيل مثلا انبراح عرفنا ان جابر الخصص مش هيكمل البطولة وباك الشمال اللي احتواطي مش هيكمل فرنسا عندها اصابات كتير اوي اسبانيا وبرتوغيل سكتهم صعبة شوية المتخب الى عنده عمق تشكيلة عنده دكة قوية اوي مش هيتعب هو انجلترا طيب انت كلمت عن فرنسا فيها اصابات كتير اوي ده فعلا يعني هل تأثر على قائمة بتاعتهم بالذات كمان بعد خساريتهم من تونس او هيفوأ اللعيبة يعني لا هو كان بيريح اللعيبة قدام تونس وعشان الاصابات الكتيرة دي فهو ريح الحدواشر طبيبا قدام تونس بس هنا مشكلة ان انت مما تروح السكة الصعبة قدام بولندا فرنسا تكسب جدا يعني خده خده مني بضمان التاليق العرش يعني يعني العيبة بدنين كويسين اوي منتخب يعني طلع صدفة يعني مكسيك حاسسها مظلومة جدا بولندا منتخب عاجز جدا حتى ليفاندريسكي نفسه مش في حسن حالاته فمنتخب ما عندهش حلول هو تشيزني حاسمه الافضل في البطولة لحد دلوقتي انما بولندا مش منتخب القوي ففرنسا تقدر بالفروقات الفردية يعني الواحده يكسب بس بعد كده الاصابات الكتيرة دي متهيالي هتقصه لان الراجل دخل البطولة ناقص 4-5 في البطولة بيتصاب منه 2 و7 السين يعني اللي هما بيلعب معاه انت بتكلم الحراس المرمن انتشايف افضل واحد افضل واحد صدر بالجزاء من دو سبيب وصدر بالجزاء من ميسي انت لو فتحت الهايلايتس بتاعت ماتش بولندا والارجنتين انا كنت بتفاجع ماتش السعودية ففتح الهايلايتس الهايلايتس كلها جايلك ايه او الانتفكيشنز اللي جايلك تصدي من تشيزني تصدي راقة من تشيزني ابعاد من تشيزني هو تشيزني قدام السعودية والارجنتين عمل ممكن حارس المرمي بقى هو نيك بالمباراة هو اللي خد بولندا وده درست عشر الواحده يعني هو راجل بيقدم بطولة هايلا بس تظلموا بالنتائج مثلا كورتورة مع بلجيكا عام بطولة كويسة جدا بس بلجيكا مخيبة جدا تشيزني الكورة ساعدتوا انه هو يتبروز اللي عمله ده ياخد السوكسي بس النهاردة صعب او نتيجة توقعاتك للمباراة النهاردة قدام بولندا من فرنسا تبقى ايه فرنسا تكسبوا سكور يعني لو ماتش في جاي في يجون في اول عشر داية ماتش هييفتح سكور بولندا منتخب مش جاهز وطوقعات انجلترا والسنغال انجلترا فرق كوالتي سنغال تقدر بس انجلترا عندها سنغال تقدر قوي بس لا انجلترا بس انت بتقول سكور و تشيزني انت لازل كنت بتقول دلوقتي ان تشيزني يعني حرس مرمى كويس وقوي يمكن هو ده اللي يكون نجم المباراة فازاي هيبقى فيه الفرق الفردي ممكن يديكي ماتش او اتنين دايما البطولات الكبيرة علمتنا كده او الكرة نفسها علمتنا كده الفرق الفردي يديكي ماتش او اتنين بس مش هتفضلي كده عطول المنتخب بيسيب فرص كتير تيجي عليه الجانب الدفاعي واقف غلط الجانب الهجومي مش احسن حاجة فمش هيفضل يصده ويوديهم دور الستاشر ودور التمانية وهياخدوا البطولة ياه هو عامل البطولة هاي للغاية دلوقتي بس النهاردة هيقابل هجوم مرعبية البابيه مو بهبش فهيخلص الموضوع فرصة البابيه كمان هويتصدر قيمة الهدفين بفرق سكور كويس النهاردة مين المنتخب اللي انت شايفه انه تظلم وما تأهلش لدور الستاشر احنا كعرب وقفارقة اقول لك غانا وتونس وانزع اليوم السعودية انتكسب الارجنتين وتطلع بس حييت الامر يعني منتخب من مكسيك غير بقى المكسيك انت اقولت شيء محزن اوي انه مكسيك مازي طلعش وشايفن السعودية وتونس فراته فرصة يعني فرصة عشان ناتجة من البطولة من نتيجهم اللي عملوها في البطولة طيب انت رأيك في اللعب العربي بقى يعني النهاردة احنا شفنا بصراحة اداء مشرف من اللعب العربية ولنا نتكلم على منتخب المغرب مثلا كلنا دلوقتي خلاص يعني اه حقيقي عقلية بقى اللعب العربي النهاردة هل ده هيخلينا نغير كده كلنا وعايزين نكون هنا ننافس ونتأهل ونلعب في دولة يعني السعودية وتونس مكملوش عشان هنا بس يعني قطر في ظروف تانية الكواليتي شوية انما السعودية وتونس بالنتائج اللي عملوها دي يكسب الارجنتين وفرنسا هنا بقى مشكلة هنا مصدقتش السعودية مصدقتش انها كسبت الارجنتين فاكمل انما المغرب بالذات وليد فجراج انه يمسك المدير الفاني للمغرب ويصالح اللعيبة على بعض لان كان فيه لعيبة بعيدة الفاترة اللي فاتت حكيم زياش مكانش فيه متاخد نجمة شلسي يعني هو صالح بزاقة حمد الله بجع الناس دي كلها فقفلوا على بعض الكورة عمتا هي في الاصل حلم انت بتصدق حاجة تشتغل عليها بس انت مصدقها السعودية وتونس مكانش في السعودية طب لو اشتغلنا على اللعب العربي السعود الأخير والعقلية وعملنا وصححنا الأخطاء نبوح بعيد حنوصل دور ثمانية احنا شوفنا محمد صلاح استفرد مش منظومة معلش انت بتتكلم في كيان كامل فاشتغل بقى البيئين شوفنا نفيه امل لا هو دايما الامل موجود اشتغل لأ واني امل قدامنا مش حاجة مثلا نفسنا فيها اشتغلنا على حد اشتغلنا نفسه وبقى احسن منهم طب يلا بينا بقى نشتغل على البيئين سهلة والله سهلة فعلا على اي حال احنا في انتظار مفاجآت تانية في منديال المفاجآت محدش عارف ايه اللي حيحصل قلوبنا طبعا مع المنتخب المغريبي والمنتخب السنغالي من ادالس المكر وكلنا يعني امل ان احنا كشعوب ربما بتحب الكورة وبتحب تشوف الكورة ان يشوف المنتخبات اللي مخدتش فرصة قبل كده نفسينا احنا كمان ان هي تاخد فرصة وتتقاهل وتوصل كمان للدور الان اهي بنشكر ان انا قد رادي لأستاذ محمد عباسنا وراء النهاردة في السجن السبع الخارج هذا مصر شكرا جزيلي نورتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا